العراق للأسف الشديد حتى تاريخيا كان دائما يتم استباحته عبر هاي الامبراطوريتين الصفوية والعثمانية وكأن اردوغان وخامنة يجددون هذا العهود يعني كأنما يتخيلون العالم لا يزال في عصر الغزوات والهيمنة والاحتلال الحكومة العراقية طبعا أمام مأزق ومأزق كبير جدا لأنه إيران وتركيا توظفان الجوانب العقائدية والدينية والعرقية بصورة كبيرة إضافة إلى الاقتصاد والهيمنة على الاقتصاد والمياه هناك حرب تدمير حقيقية على العراق تخوضها تركيا وإيران قطع للمياه هيما على الاقتصاد وكذلك دعم لميليشيات وقوة سياسية مرتبطة بالمشاريع الطائفية التي تمولها إيران وتركيا السيد مصطفى الكاظمي بالتأكيد هو في موقع لا يحسد عليه لكن بالوقت ذاته أيضا يجب أننا ننسى بأنه إيران الآن في وضع سيء للغاية وتركيا كذلك إضافة إلى أنه العالم يكاد يكون متوحد الآن ضد الهيمنة الإيرانية والغزو الإيراني للمنطقة أعتقد أن العراقيين أيضا موحدين إذا مفردت السيادة خلال ثورة تشرين عبروا العراقيين عن رغبتهم بوطن سيد على أراضيه وتحكمه القوانين والدستور بعيدا عن الطوائفيات والصراعات العقائدية وهيمنة بنادق وقناصة الميليشيات هذه العوامل لو استطاع السيد مصطفى الكاظمي أن يترجمها في مشروع سياسي يعلن عنه بشكل واضح ويشرك به المجتمع الدولي ويبدأ بحوار شجاع جات حوار عراقي وكذلك حوار عراقي إقليمي ودولي تشترك به كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي إضافة إلى تركيا وإيران والمملكة العربية السعودية هذا الحوار يهدف إلى إعادة الاستقرار للمنطقة ووضع تعريف واضح للدور الإيراني في العراق لا يمكن القبول بإيران مهيمنا على سيادة واستقلال واقتصاد وأمن العراقي